بسم الله الرحمن الرحيم الفيديو ده ان شاء الله هنبدأ فيه محاضرة رقم اتنين في بزق دكتور مسعود في مادة اوتوماتيك كنترول سيستمز. المحاضرة ديت هي تعتبر تكملة للمحاضرة اللي فاتت اللي احنا المفروض شفنا فيها سريع كده عن روت لوكس. وسريع كده تكلمنا عن روت لوكس قلنا ان انا بيبقى عندي فيدباك كنترول سيستم. الفيدباك كنترول سيستم ده المفروض بيبقى عندي فيه اللي هو كان اسمه كي. وكننا احنا كي ده كان بياخد من اول زيرو لحد انفينيتي. فتغيير قيمة الجين كي ده كان بيأثر على البولز بتاعت السيستم وبيأثر على تاعت السيستم. فاحنا كنا بنعوز نشوف تأسير تغيير الجين كي ده على السيستم هيبقى عامل ازاي? فكنا بنشوف الكلام ده عن طريق اللي احنا سميناه الروت لوكس. الروت لوكس هي كانت رسمة بتبين لي ازاي البولز بتاعت السيستم بتبدأ تتحرك مع تغيير قيمة البرامتر كي ده من اول زيرو لحد انفينيتي. شفنا طبعا ان هي لها خطوات سبتة لما سبع خطوات شفناها وقتها. اه طيب اه في المحاضرة دي اتبقى احنا هنكستند الموضوع اكتر شوية بدل ما كان عندي برامتر واحد كي لانا هيبقى عندي تو برامترز كي وان او كي تو او ممكن يبقى عندي كمان اكتر من تو برامترز ممكن يقو ثلاثة اربعة او اكتر على حسب سيستم بتاعي عامل ازاي? اه وقتها بقى لما احنا الموضوع هيبقوا تو برامترز فوقتها المفروض انه بتاعتي اللي هي كانت فيه لما كان عندي برامتر واحد بس كانت بتبقى اه بلس كي في كي او اف اس الكلام ده بيساوي زيرو لما يبقى عندي بقى تو برامترز لو عندي سيستم مسلا بالمنزر ده وعندي فيه تو برامترز فالكاركترستيك اكويشن هتبقى بالمنزر ده هيبقى عندي في بي اوف اس بلس كي ettو في كي تو في اي و احنا عايزين نشوف اه تأثير بقى كي ون و كي تو على السيستم هيبقى اه عامل ازاي? اه طبعا ملاحظة مهمة جدا انه اه كي ون و كي تو لازم يكونوا اه أرقام بوزيتيف من زيرو الاينفينيتي ما ينفعش ابدا ان هم يكونوا ليه لازم يكونوا لان هنا السيستم ده اه طول ما كي ون و كي تو هما ارقام بوزيتيف فده هو فيدباك السيستم لو كي ون أو كي واحد فيهم بقى وقتها السيستم ده هيتحاول ان هو هيبقى وحنا عادة ما بنشتغلش بيها لان هي بتبقى اه انستابل اصلا فقع احنا بنشتغل دايما بين النيجاتف اه فيدباك سيستم طيب اه لما انا بقى عندي هنا في السيستم بقى اللي هما المفروض ان انا هبدأ اشتغل ازاي وهبدأ احل ازاي اه طبعا لما يبقى عندي فدي حاجة بنسميها اه الروت كنتور اه وقتها لما يبقى عندي كي وان و كي تو فاحنا هنستغل انه السيستم ساعتنا اه كلها بتبقى اصلا اه لينير سيستمز فهنستخدم السوبر بوزيشن برينسيبل السوبر بوزيشن برينسيبل بيقول ان انا اه هخلي كي تو اصلا في الاول يكون بزيرو كان هو مش موجود خالص واروح احل بالنسبة لكي وان بس فلما خلي كي تو بزيرو هنا في المعددية هيفضل الكاركتيريسيك الكويتشان بتبقى عبره عن بي وف اس بلس كي وان كي وان الشكل ده كده هو اه شكل بتاعة اه روت لوكاس عادي خالص نتيجة الكي وان اللي احنا عارفينه اصلا من المحاضرة اللي فاتي فوقتها اقدر ان انا امسك الشكل ده كده اه احطه على الصورة اللي انا بكون عاوزها عشان اقدر اطبق روت لوكاس اللي هو انا باوز اشوفها في صورة وان بلس كي مفصولة لوحدها بره خالص في كي وان على اه بي وف اس بالمنزر ده كده وقتها ان انا حطتها على الشكل ده كده فانا اقدر ان انا اروح اطبق روت لوكاس عادي جدا على الشكل ده بعد ما اطبق روت لوكاس على اه كي وان المفروض ان انا هروح اه اسبت قيمة معينة لكي وان هسبت كي وان على قيمة معينة اسمها كي وان ستار اه وهروح اعوض بيها في الكاركتيريستيك اكوشن الاصلية اللي هي كان فيها كي تو وهبدأ بقى اشوف اه تأثير كي تو هيبقى عامل ازاي? فلما عوض عن كي وان بكي وان ستار. فكي وان دي كده ما بقتش. ما بقتش باريابل كي وان ده بقى رقم ثابت. فلما زبط برضو شكل المعادلة ديت ان انا اقسم على كل اللي مفوش كي تو. هتفضل على الصورة اللي هي وان بلس. كي تو كيو تو. على بلس كي وان ستار كي وان ستار ديت. فده معنى انه كي وان بقت هنا رقم. فما بقاش بمبقاش بنسلي مشكلة. فبقت عندي كاركتريستيك تانية. اقدر اروح ان انا ارسم روت لوكاس نتيجة لكي تو. طيب السؤال المهم هنا هو كي وان ستار ديت. ان انا رسمت روت لوكاس بتاع كي وان. وان ان انا هسبت قيمة معانا لكي وان. طيب القيمة معانا اللي انا هسبتها لكي وان ديت. اجيبها من فين? اه عادة في المسائل هو مديني شوية لالسيستم بتاعي. اه عاوز ان انا حققها. اه كمسال مسلا يقول لي ان انا عاوز اوميجا اين مسلا تكون بتساوي اه جزر عشرين مسلا. اه او يقول لي مسلا انا عاوز مسلا تكون بتساوي اه او غيره. فهو هيبقى مديني معانا. والمفروض ان انا احقق دي انا هروح ان انا اطبق اه دي انا هديها لي ومنها هختار القيمة المناسبة لكي وان. طيب لو قال لي مسلا ان اوميجا اين بتساوي جزر عشرين. اه انا هعمل الكلام ده ازاي? احنا عارفين ان اوميجا اين هي عبارة عن بتبقى نص دايرة ال ريديس بتاعها هو قيمة آميجا اين. فانا هاجي كده من في اللفت هنزايد. ومن هنا وهرسم نص دايرة الريديس بتاعها آآ ده كده. المفروض ان هو بيكون اوميجا اين. فانا لو قال لي مسلا اوميجا اين بتساوي كزا هروح ارسم نص دايرة بالريديس ده. واشوف تقاطع النص دايرة دي مع ده رسمته نتيجة اصلا. واشوف نقطة التقاطع ده تت عندها بتكون بتساوي كده. او لو مسلا قال لي ان بالتساوي كزا فالعبارة عن بتكون عبارة عن كوسين زاويه وتتقاس من فلو قال لي مسلا اه اه بتساوي نصف فبنا عاوز ده كده بيساوي كوسين فيتا فكده فيتا ديت هتكون عبارة عن ستين درجة فانا هجي كده وايه زاوية ستين وارسم خط ده كده هو ده اللي بيمثل لي بالتساوي نصف والزاوية ده كده هتكون ستين فهشوف بقى تقاطع برضو الخط ده مع رويت لوكاس اللي انا رسمته اشوف عنده كي وان بتساوي كم اصلا هي ديت كي وان ستار اللي انا اشتغل بيها. اه ملاحظة مهمة جدا لو احنا جينا بصينا هنا على اه الجي تو اتش تو اللي هي بتاعت اه كي تو اصلا بصينا على بتاعتها لان هي هي نفسها نتيجة لي اه كي وان اللي هي ديت كده بس عند كي وان بقى بتساوي كي وان ستار اه فوقتها قيم كي وان ستار اللي انا هطلعها اصلا من على الرسمة بتاعت الروت لوكاس هتبقى هي ليا البوز في حالة كي تو فمش احتاج اروح احسب البوز تاني لو الجملة ديت مش واضحة مش مشكلة احنا هنشوفها كمان دلوقتي على طول على مسألة هتوضح اكتر معنا ان شاء الله. اه عندنا هنا مسألة اه مديني بتاعة بالمنظر ده كده اه وعاوزني ان انا ارسم اه الروت كنتور بتاعها. اه هيديني في السلايات الجاه هنشوف انهم يديني معانا طالب مني ان انا حققها. منها هنعرف نجيب القيمة بتاعت اه كي وان ستار. طيب اول حاجة احنا قلنا ان انا هخلي اه عندي هنا كي وان وكي تو فانا هلازم هخلي كي تو الاول بتساوي زيرو. فبالتالي لما يخلي كي تو بتساوي زيرو الترمي ده هيبقى كده مش موجود. هيفضلني اس في اس سكوير بلس اين اس بلس اين بلس كي وان الكلام ده بيساوي زيرو. عاوز ازبط الشكل ده على الصورة اللي هي واحد بلس كي وان في كي وان على بي وان وفي اس. فهقسم على كل اللي مفوش كي وان يبقى انا هقسم على آآ كلام ده كله. لما اقسم على ده هيفضل هيوصل للصورة ديت كده. وهي دي كده الصورة جاهزة على الشكل اللي انا بيعوزه عشان اعرف ارسم الروت لوكاس. احنا خلصنا اول خطوة في خطوات الروت لوكاس. الخطوة التانية قلنا ان احنا بنروح نجيب البولز وزيروز بتوع الجزء ده كده. آآ فهنا ما عنديش زيروز اصلا. وعندي تلاتة بولز عند زيرو وعند آآ مينس وان بلس ومينس جي. آآ هحط آآ البولز ديت على الرسم عندي. فادي البول اللي هو عندي زيرو اهو. ودي بتوعي. تمام? آآ بعد كده ممكن نروح نطبق خطوة رقم تلاتة اللي هي احنا كنا نجيب فيها آآ اماكن الروت لوكاس فين بالزبط. خطوة رقم اربعة اللي كنا نجيب فيها الأسنتوت فالاسنتوت ً يكون نقول انا بيقع عندي ان ده اللي هو كان عدد ال بولز. آآ ام كان عدد الزيروس فانا هين عندي تلاتة بولز ومعندش زيروس في اني مينس ام تلاتة يبقى انا عندي تلاتة الزوايا بتاعتهم خلاص احنا عارفين على طول ان هي بستين ومينس ستين ومينس وتمانين. ممكن اجيب السنترويد اللي هو هيبقى عبارة عن آآ زيرو بلس آآ مينس ون مينس جي بلس آآ مينس ون بلس جي آآ مفروض اترح منه بس انا عنديش زيروز الكلام ده مقسمه على آآ هقسمه على المفروض آآ على ان مينس ام يبقى هتقسم على آآ تلاتة فطلع قيمة آآ السنترويد عند كان بالزبط ويهي هقدر ان انا ارسم بقى ايه الاسمتولز بتاعته بعد ما عامل الكلام ده كله وابدأ بقى ممكن هنا لنا عندي توكومبلكس كونجروجت فممكن احتاج اجيب بكل الكلام ده يعني مش محتاجين ان احنا نعمل الكلام ده بالتفصيل هنا اما حاجة ان احنا عاوزين نعرف شكل بس هيبقى عامل زي بزبط هنلاقي ان هو هيطلع بالشكل آآ اللي قدامنا ده كده بزبط طيب آآ لو هو ما كانش مديني معانا او انا عاوز اختار قيمة مناسبة آآ لكي وان آآ او او حتى هو مديني معانا بس انا عاوز اشوف القيم المناسبة كي وان هتكون آآ فرينج من كام لكام. آآ فاحنا انها تخليلي سيستم يكون ستيبل. فاحنا مفعول عارفين ان انا فيها عندي هنا كده. عند النقطة دي. فيه كي كريتكل آآ اللي هي كي كريتكل اللي بعدها السيستم هيدخل فيه انستابلتي. طيب آآ عند البول ده انا عارف انه كي بتسوي زيرو. فانا لو روحت حسابة كي كريتكل ديات بتسوي كام. يبقى انا عرفت انه الرينج بتاع كي وان اللي ينفع اختار فيه قيمة كي وان ستار بتاعتي هو من من كي بتسوي زيرو حد كي كريتكل. لو اخترت كي وان بقيمة بعد كي كريتكل السيستم هيدخل فيه انا استابلت على طول. طيب كي كريتكل ديات ممكن نجيبها ازاي? من من راوس من المعادلة ديات كده هي عبارة عن اس باور تلاتة بلس اتنين اس سكويرد بلس اتنين اس بلس كي وان الكلام ده بيساوي زيرو. لو راحنا طبعنا آآ راوس على طول ادي اس باور تلاتة اس سكويرد اس باور وان وي اس باور زيرو. وهنا الكوفيشن ستاعتي واحد اتنين اتنين كي وان. آآ فالمفروض انه آآ القيمة اللي هنا ديت هتبع عبارة عن اربعة ومينس كي وان على اتنين وهنا في زيرو. آآ عشان اجيب كي كريتكل فاحنا قلنا كي كريتكل هي كي اللي تخليلي الرو بتاع اس باور وان يكون كله زيرو. فده اصلا زيرو على طول. فيبقى آآ اللي يخلي القيمة ديت تبقى بزيرو انه كي وان آآ اللي هي كي وان اللي انا سبتها هو ما بين كي وان بتساوي زيرو لحد كي وان بتساوي آآ اربعة. لو اخترت قيمة بعد كده هلقي اننا هدخل فيه آآ آآ على طول. طيب آآ هنختار برضو قيمة كي وان على اساس ايه? هو هنا في السؤال ده ما دينا آآ معانا ان هو عاوز تكون بتساوي آآ نص. بتساوي نص. قلنا يبقى وقتا هاجي من هنا وهرسم خط بزاوية ستين. هيقطع لي الروت لوكاس في نقطة معانا. اطع لي الروت لوكاس عند النقطه دي كده. فالمفروض ان انا روح احسب عند النقطه ديت. آآ كي وان بتساوي كامل. ويبقى هي ديت كي وان اللي انا هسبتها. فى اروح اشتغل بيها. هنا كي وان ديت طلقت بتتساوي واحد. آآ طيب. نخلي برضو ان برضو من حاجه ان انا اا يطلعلي كون بتساوي واحد هنا والمفروض ان انا عارف انه على كل ولوسط لوت لوكاس الكي بتبدأ بЗيرو من عند البول. يعني لو رجعنا كده ل the الاصلي ده. ان اعرف انوا كي هنا بتساوي approved z وبتروح تبدل تزيد 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 لحد ما توصل عند الزيرو. بتكون بتساوي كي بتساوي عنده انفينيتي. فانا عارف انوا كي هنا بتساوي ازيرو. ومشي تكدف عاييرها بتزيد لحد ما تصوت هنا بوفننفينيتي. نفس الكلام بالنسبة للبراس اللي هو ده ونفس الكلام بالنسبة البرانش اللي تحت ده. فانا لو طلعت مثلا القيمة هنا في النص كده لK بتساوي مثلا واحد. يبقى مفروض انه على البرانش ده كمان هيبقى في نقطة عليه K بتساوي واحد. وعلى البرانش ده يبقى برضو في نقطة عليه K بتساوي واحد. يبقى انا المفروض لما طلعت القيمة معنا الكي بروح احدد النقطة ديت على كل دلتين لنا sentences بالتالي لو انا على بواحد مفروض يبقى هنا نقطة لهetically lawsuit واحد وهنا في نقطة اه لكي بواحد. طيب. اه بعد ما انا رسمت اه خط كده بزاوية ستين. ازاي احسب قيمة كي ديت اصلا? وازاي هو هنا طلع انه قيمة كي ديت اه بواحد. اه عشان اه لو انا احنا عارفين من المحاضرة اللي فاتت ان انا لو عاوز عندي نقطة هراروك لي وكسب. وعاوز احسب قيمة كي عندها بكان. فانا بطبق ما يسمى بيه المجنيتيود كوندشن. المجنيتيود كوندشن ده كان بيقول ان انا بروح النقطة اللي انا عاوز احسب قيمة كي عندها اللي هي النقطة ديت كده. اوصلها بكل اللي موجودين عندي في السيستم. طيب هما فين الزين بتع Liz Barn? اللي هما نتيجة اللي هما كانوا عند اه زيرو عند dzيرو وعندي وما كانش عندي فيه في السيستم. فالمفروضس فنفترض ان هي اضاء النقطة. النقطة دييك اللي عناجز لحص عندها قيمة هاخد النقطة ديكدة. اوصلها بكل يعني هيوصلها بالبول ده. ويهوصلها بالبول ده وهو وصلها بالبول ده. ولو في زيروز عندي كنت هوصلها بيهم. وبعد كده قلنا ان احنا بنروح نحسب المسافة من النقطة ديت لحد كل البولز والزيروز. ونفترض مسلا احنا نسمي المسافة ديت كده ايه ونسمي المسافة دي بي ونسمي المسافة دي دي. وكانت كي بتساوي. حاصل ضرب المسافات لحد كل البولز اللي هي هتبقى عبارة عن اي في بي في سين. مقسومة على حاصل ضرب المسافة لحد كل الزيروز اللي موجود عندي. هنا ما فيش زيروس فتبقى عبارة عن على طول. طيب. لو نقدر اجيب اي و بي و سي كقيم على طول من الرسمة. آآ فتمام ممكن اعمل الكلام ده. آآ لو ما اقدرش فانا ممكن اقيس المسافات ديت كده بالمسطرة. واشوف المسافات ديت وتطلع بتسوي كامل. بس نخلي بالنا. لو اقيس المسافات دي بالمسطرة فانا لازم ااخد الرسمة معايا في الاعتبار. طيب. آآ ازاي بقى اخد بتاع الرسمة وعرف ان الرسمة ديت مرسومة بسكيل وان توان ولا لأ. آآ عن طريق ان انا ممكن امسك آآ المسطرة. واس خط معين. انا عارف طوله كامل. واشوف هل طوله هيطلع على المسطرة بيسوي نفس الطول اللي انا عارفه ده ولا لأ. آآ كمثال. آآ لو انا عندي مسلا هنا كده مسلا ده كده يونيت فالمفروض ان انا اسها بالمسطرة لو طلعت بتسوي واحد سنتي. انا عارفت كده ان ده مرسوم بسكيل وان توان. آآ لو جيت اس تي مسلا جزء ده كده لقيته بيساوي واحد سنتي فالمفروض ان انا هعرف ان كمان مرسوم بسكيل وان توان. وقتها يبقى الرسمة كلها مرسومة بسكيل وان توان فوقتها قدر اخد اي طولة ايسه زي ما هو على طول. طيب آآ ممكن نلاقي في مسائل يكون مسلا ان ايس الخط ده كده فهيطلع يساوي طوله بيساوي اتنين ويطلع ده طوله بيساوي اتنين. فوقتها يبقى الرسمة كلها مرسومة بسكيل آآ اتنين لواحد. آآ ان انا اي 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 خطة ايسه باتنين سنتي آآ هقسمه على اتنين على طول. تمام? طيب آآ ممكن مسائل تانية زي زي المسألة دي مسلا كده هنلاقي انه مرسوم بسكيل والهورزونت مرسوم بسكيل مختلف. طيب وقتها آآ وقتها هعمل ايه? وقتها عشان خاطر اقدر اجيب بتاع الرسمة كله. اللي هعمله ان انا هاخد خط ميل انا عارف طوله كام. واشوف طوله بالمسطرة هيطلع بساوي كام. كمسال اه لو انا مشيت كده في مسافة تلاتة. ومشيت في مسلا مسافة اربعة. ووصلت الخط ده كده. فالمفروض كده ان انا عندي مسلس قايم. المفروض ان انا عارف ان الطول بتاع الدولة ده كده بخمسة. هروح ايس الطول ده اشوفه كام بالمسطرة. لما ايس الطول ده المست Lara. يعني انا استها المفروض الطول ده هيطلع بساوي اس تة سانتيم. فوقتها انا عارف ان الطول الحقيقي بتاع ده ومدس انا transpそして وان المفروض يطلع خمسة. بس هو انا لما استو بالمسطرة اطلع الطول بتاعه بيساوي ستة. فسكيل الرسمة بقى اجيبه ازاي سكيل الرسمة هو عبارة عن الطول الحقيقي اللي انا عارفه اللي هو خمسة على الطول اللي انا استوه بالمسطرة اللي هو ستة. ده كده بتاع الرسمة. فاي طول هيسه من على الرسمة ديت هيسه بالمسطرة كم سنطي اي طولة هيسه اخده على طولة اضربه في دا اللي هو خمسة على ستة. يبقى انا اي ديت لما جيت بقى جيت بقى اجيب قيمة ايه. اه اجيب قيمة كي. اللي هي عندها دامبنجلشي بنص. هاجي ان انا ايس المسافة دي كده. المسافة ديت طلعت ايه. هيبقى ايه في خمسة على ستة. الكلام ده هيتضرب في بي في خمسة على ستة. الكلام ده في سي في خمسة على ستة. ولو في عندي زيروز قلنا هنقسم على برضو المسافات بتاعتهم. واللي يطلع هو ده قيمة آآ كي. طيب. لو ركزنا شوية في آآ آآ الشكل ده كده هلاقي ان هو عبارة عن آآ في بي في سي في آآ خمسة على ستة اللي هو السكيل باور تلاتة. طيب آآ اللي هو باور لو ركزنا على الباور ده كده هنلاقي ان هو باور ان مينس ام. فممكن ناخد قانون جنرال كده للكي ان هي تبقى عبارة عن آآ المسافات مسلا لحد كل اللي هي مسلا اي و بي و سي. لو افترضنا ان انا عندي في آآ زيروس في المسألة فاسة المسافة مسلا طلع عندي كان في زيرو واحد المسافة دي تطلعت دي. الكلام ده ان انا ممكن على طول اروح ايس المسافات دي كده بالمسطرة واضربها في بعضها زي ما هي. وفي الاخر خالص اضرب في بتاع الرسم. باور ان مينس ام. انا كده جيبت على طول ايه? قيمة كي اللي انا عاوزها دي. لو احنا طبقنا الكلام ده على المسألة بتاعتنا دي هنلاقي ان كيمة كي هتطلع بتساوي آآ واحد. طيب عندي آآ نقطة على البرانش اللي فوق ده كده. عنده كي وان بواحد اللي هي دي. وفي نقطة على البرانش ده كده عنده كي وان بتساوي واحد اللي هي دي. في نقطة على البرانش ده عنده كي وان بتساوي واحد اللي هي آآ دي. لو حد مش حاوز يجيبها بالرسم كده من على الرسمة ممكن يجيبها بالمعادلات. ازاي بالمعادلات? ان انا اه المعادلة اصلا كالتاسي الاصلي اللي هي كان فيها كي تو بتساوي زيرو تمام? واه اه اجيب اه معادلة الخط اللي هو ميل بزاوي ستين ده وروح اسويهم ببعض واشوف نقطة التقاطع بقى اللي هي ايه لما سويهم ببعض اقدر اجيب قيمة اه كي وان على طول بالمعادلات. بس بالرسمة يعني بتكون اه ازال. طيب وانس ان انا حددت اه اماكن اه خلاص انا حددت قيمة لكي وان وبيبت قيمة كي وان على التلاتة برانشز اللي هي دي ودي ودي. فاحنا قلنا انه اه قيمة كي وان اللي هي بتبقى كي وان ستار على التلاتة برانشز هي ديت بتمسل لي اه الروتس بتاعة اللي هي جي تو اتش تو. بمعنى. لو انا هرجع الى الكاركتوريستيك اكوشن الاصلية اللي هي كانت دي. وقتها كي وان خلاص انا هسبتها بكي وان ستار اللي هي بواحد. اه وهروح هزبط الشكل ده كده ان هو يبقى على الصورة بتاعة واحد بلس كي تو في كيو تو على بي تو. يعني هقسم في كل اللي مفوش كي تو هيطلع لي بالمنزر ده كده. لو اخدت انا الكاركتوريستيك اه المقام ده كده. رحت اجيبت له البولز بتوعه. هلاقي ان البولز دولات هيطلعوا اه على الروت لوكاس القديم اللي هو بتاع بتاع كي وان عند كي وان بتساوي واحد. يعني انا لو رحت احسب اه دوي كده البولز بكم? اه على اللي قال الحسبة هيطلع لي التلاتة نقط دولات. تمام? يبقى انا ايه? مش محتاج ان انا اه احسبهم تاني. او او لو حد مش عارف يجيب. لو انا جبت مسلا القيمة دي كده عرفت مكانها. ازاي اجيب النقطة ديت والنقطة ديت اللي هم عدتوا برانشز التانيين. اه ممكن خلاص وانس ان انا عرفت قيمة كي وان انها بواحد. اروح ارجع للكارتسك اقوشن اعوض عن كي وان بواحد. واحسب البولز دولات اه بالقالة هيطلعوا بكم? اه وقدر اجيب اه تلات نقطة دولات. بس لازم اكون عارف ان هم بيطلعوا على اه الروت لوكاس القديم بتاعي اصلا. اه طيب اه بعد ما عملت الكلام ده المفروض ان انا اروح اطبق روت لوكاس بالنسبة لكي تو. لما اطبق روت لوكاس بالنسبة لكي تو انا خلاص اه البولز انا جبتهم فهناقص ان انا اجيب اه الزيروز اصلا. لما اجيب الزيروز انا ممكن اخد من هنا برا هيفضل لي س سكوير بلس اتنين اس بلس اه اتنين. يبقى انا كده عندي هنا في السيستم ده في اربع بولز اتنين عند زيرو عند وفي هنا عند مينس وان بلس ومينس جي. اه لما احطوهم على الرسمة هيطلعوا بيه المنزر ده كده. وعن السيستم ده لان انا عندي عدد البولز في عدد الزيروز اكتر من عدد البولز. اه فدي حاجة اصلا بس ده يعني مجرد مثال كده عشان نفهم به الفكرة بتاعت الروت كنتور مش اكتر. اه طيب يبقى انا هنا بعد ما احططت البولز والزيروز على الرسمة بقى عندي هنا اربعة زيروز اهم هنا اتنين وده واحد وده واحد. وفي عندي تلاتة بولز اللي هم ده وده 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 مفروض بقى عزر الرسمة بتاعتي. اه فاحنا كنا متعودين قبل كده لما كنا بنرسم لو كان عدد البولز اكتر من عدد الزيروز كنا بنقول انه اه بيبقى فيه زيروز عند وفي بولز هتروح للزيروز عند داية. انا هنا عندي العكس. فبالتالي برضو هيبقى عندي عكس نفس الكلام. انا هيبقى عندي في عدد الزيروس اكتر من عدد فهيبقى فيه هايجي من عشان يروح لزيرو هنا. فالتو بولز دولد. اه واحد هيجي كده واحد هيجي كده. والبول ده فيه بول هيجيله من ويتقابله هنا في نقطة معانة. واحد يطلع كده يروح للزيرو ده. واحد ينزل كده يروح للزيرو ده. لو هنلاقي الشكل هيطلع عندنا اه بالمنزر ده كده. اه تمام? اه طيب. ويبقى كده اه اخطر اي قيمة بقى اللي هي تحقق لي انه تكون اه اقل بتساوي نص لو رسامت الخط ده كده هو ده اللي بيمثلي اي قيمة هنا كده تبقى اكبر من نص واي قيمة هنا هتبقى اقل من نص طبعا هو هنا هو مش مديني اه هو مدينه زي واحدة بس فانقدرت منها اجيب قيمة كي وان. لو هو عاوس قيمة معنا لكي تو وقتها هيديني الدزاين سبيك تانية يقول لي مسلا الاميج اين بيتساوي كزا فوقتها قدر اطبقها واجيب قيمة لكي تو. وانشوف الكلام ده برضو في المسال اللي جاي. اه طبعا نخلي بقى ان انا هنا لو بصيت على رسم تروت لوكاس ديت هنلاقي انه دايما السيستم ده ستيبل. اي قيمة هاخدها لكي تو عمر السيستم ما هيعدي لي اه الرايت هاند سايت. فالسيستم ده ستيبل لان انا اخترت قيمة كي وان اصلا. خليه لي ستيبل في اي قيمة اختارها لكي تو هتطلع ستيبل. اه اللي مرسوم بالخط السولد ده ده بتاع واللي مرسوم بالخط الدوت الده هو ده نتيجة كي وان. طيب. لو احنا اخترنا اختيارنا الكي وان الاول بدل ما اخترت كي وان بواحد اخترت كي وان مسلا باتناشر. واحنا عارفين انه كانت باربعة. في اي قيمة اكبر من اربعة السيستم هيبقى انستيبل. لو انا اخترت كي وان كريتيكال باتناشر. اه ورحت طبقت نفس الكلام. اه ورسمت الروت لوكاس بتاع كي تو. اه هلاحظ ان هو هيطلع لي بالمنزر ده كده. فالروت لوكاس نتيجة كي تو لما كي وان باتناشر. هنلاقي ان هو اصلا طول الوقت انستيبل. اي قيمة ايا يكون هحطها الكي تو هتطلع السيستم هيطلع السيستم بتاعي انستيبل. عشان كده اختيار اختياري الكي وان اه مهم جدا جدا جدا. طيب. اه انا عاوز اعمل حاجة مختلفة شوية كده في الفيديو ده. وممكن ان شاء الله يعني نحاول نعملها في كل الفيديوهات اللي جاية. ان احنا نشوف الكلام ده. اه باستخدام متلاب بيبقى عامل ازاي. ان احنا هنا طاحزنا انه اصلا الموضوع فيه صعوبة شوية. من اول ان انا اه بمسك اه بتاعته. احط فيها كي تو بتساوي زيرو. ورسم روت لوكاس نتيجة كي وان. وبعد كده اروح ان انا اه اطبق معانا هو من دهالي. انه بنص. اه واشوف التقاطع مع روت لوكاس عند انهي نقطة. واحسب قيمة كي ديات واروح عوى تاني في وهكزا. فالموضوع في صعوبة شوية. اه لو عملنا بالمتلاب هيكون اسهل كتير ان شاء الله. انا كده هحاول احنا نعمله بالمتلاب اه سريعا. ونشوف ازاي ممكن نعمل الكلام ده بالمتلاب. اه طيب. اه لو رحنا للمتلاب. اه فيه في المتلاب عندي اه اه يعني هنرجع للكلام ده دلوقتي. بس في المتلاب في عندنا طول ظريفة جدا اسمها اه. اه التول ديت اه لو رحنا ان احنا نستخدمها. هي اول ما بفتحها بتفتح معي حاجة بالمنظر ده كده. اه ميزة التول ديت هي انه هي بترسم لي الروت لوكاس والستيب ريسبونس لايف. وبرضو وهكزا. بس احنا مش مش دلوقتي بالجزء بتاع الروت لوكاس. احنا اه هنشتغل بس على اه الجزء بتاع الروت لوكاس. اه اه اول حاجة احنا هنعملها لما نفتح التول دي كده هي ان احنا هنروح على آآ نختار منها آآ تمام? هتفتح معي الحاجة بالمنظر ده كده. هروح على آآ وهختار ان هو يكون آآ على الصورة بتاعات آآ زيرو جين دي. آآ تمام? آآ بقى الحاجات التانية هنسيبها كلها زي ما هي. وهندوس آآ وي اوكي. تمام? بعد كده هرجع تاني الروت لوكاس والاديتور. هلقى ان هو هنا مديني آآ شوية حاليات. انا ممكن هنا اختار ان انا اضيف آآ او اضيف ريل زيرو او اضيف كومبليكس كونجوجت بولز او كومبليكس كونجوجت آآ زيرو. آآ طيب اللي احنا هنعملوا بقى ان احنا آآ لو رجعنا تاني كده للمسألة بتاعتنا. احنا لما حسبنا البولز في حالة كانوا عند زيرو عند آآ ماينس وون بلس جي وماينس وون منس جي. احنا هنروح نحط البولز دولة عندنا. هاختار بول كده. آآ يعني قبل ما اختار بول ممكن آآ احرك الشكل ده كده شوية. قس ان هو آآ على الشكل اللي انا عاوزه. آآ انا عاوز احط بول عند زيرو. فبحطه بالتقريب كده عند زيرو. وهقدر بعد كده ان انا اعدل فيه يعني مش مشكلة. آآ حطيت بول عند زيرو. وآآ اول ما حطيت بول عند زيرو لحس ان هو بدأ يرسم لي اصلا روت لوكاس وبدأ يظهر لي حاجات في الستيب رس بولز. هكمل انا عاوز ان احط طو كونبليكس كونجوكت بولز عند ماينس ون بلس جي وماينس ون ماينس جي فهاجي هنا كده واحط ده كده. هيحط لي التو آآ بولز التانيين اللي عاوزهم. آآ طيب لو عملت كده آآ زون اوت شوية. آآ هلاحز ان هما بدأ آآ شكل ازال. طيب آآ انا بحط بالتقريب فازي اتأكد ان هما ممكنهم مزبوطة بالزبط. لو دست هنا كده كليك يمين. ودخلت على آآ هيفتح لي الويندو آآ دي. منها اقدر ان انا اعدل في قيم البولز اخليها بالزبط زي ما انا عاوز. انا عاوز ده يبقى عند زيرو بالزبط. هخليه عند زيرو بالزبط. والبولز التانيين دولت انا عاوز ان هما يبقوا عند آآ بتاعهم عند 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 آآ وماينوس آآ فكده انا اتأكد ان هو آآ حطي لي بتاعتي مزبوطة زي ما هي زي ما انا عاوزها. واحزة ان هو رسم لي شكل على طول نتيجة ده زهر لي على طول هنا. آآ طيب آآ انا عاوز بقى هو قال لي بعد كده. انا عاوز اثبت قيمة اللي هي عند آآ تديني دامبنج ريشيو بنص. آآ اجيبها ازاي ديت. آآ هاجي هنا كده برضو ودوس كليك يمين. وفي هنا هاجي منها هدوس. آآ فهيفتح لي دلوقتي آآ هي. منها بقدر اختار اللي انا عاوزه. انا اللي انا عاوز ان هو يكون بيساوي آآ نص. فهارول له هنا نص. ودوس اوكي. هلاحز ان هو هنا آآ رسم لي خط اهو بزاوية ستين من هنا. آآ ممكن هنا نيجي ندوس آآ اللي يزهر للجريد بحيس ان انا آآ آآ ارسل نشوف كده هنلاقي من الخط ده كده عند آآ نص تمام? طيب. آآ ما عاليش سباني. هوا ما رسموش بزاوية سبتين. آآ ده هختاره بنص. مهم? فاهو بسمهولي بزاوية سبتين. طيب انا عاوز اجيب نقطة التقاطها ديت. آآ فمن هنا هدوس آآ هنا لابتحكم في قيمة الجين. فممكن احط قيمة الجين مسلا ب اي قيمة آآ مش تفرق. آآ فهلاحز انه النقط ديت اتحركت. النقط ديت هي بتعبرلي عن قيمة كي بتساوي اللي انا حطيتها. انا ممكن ابدأ احرك آآ القيمة ديت كده معي لحد ما تيجي عند التقاطه هنا بالزبط. آآ وبعدين آآ ادخل على ايدي واشوف القيمة هنا قيمة الجين بيتبكان بالزبط عند النقطة ديت. لانه قيمة الجين عند آآ واحد. اللي هي قيمة بواحد اللي احنا جبناها. نفس الكلام بالزبط لو انا عاوز اجيب التقاطه مع آآ مع ده. ممكن ابدأ احرك النقطة ديت كده لحد هنا. واشوف الجين طولها عندها بكام. لانه هو يطلع به اربعة. خيب يبقى انا من هنا كده جبت قيمة اللي انا عاوز اثبتها. عاوز بعد كده اروح ارسم آآ الروت لوكاس نتيجة لآ آآ كي تو. الروت لوكاس نتيجة كي تو فهاروح اعوض في ديت كده. واجيب وحطهم وارسم. الحين انا شايف ان انا وانس ان انا وصلت للنقطة ديت. واجيب اشوف بقى الروت لوكاس بتاع كي تو. في حاجة اسهل شوية ممكن نعملها. هي ان انا هروح للمتلابعة دي. آآ وهكتب كود صغير. انا حطت فيه قيمة كي وان بواحد. آآ وكي تو انا حطت قيمتها برضو بواحد. كي وان ديت اللي احنا جبناها من من وهاروح اعمل له ترونسفير فونشن اللي هي بتعبر لي عن آآ كي تو. اللي الجزء بتاع اس باور وان واس باور زيرو. المفروض ان هو بزيرو. فحطيت اهو ده البسط بتاعي وحطيت المقام بتاعي. آآ وهنا السطر ده كده انا بتست بي هل سستيم ستيبل او لا. هرجع لي وان لو سستيم ستيبل وهرجع لي زيرو لو سستيم آآ انستابل. وده السطر ده كده المفروض ان هو على طول هيرسم لي بتاع الشكل ده. فلو عملت آآ آآ هم? هيطلع لي هنا رجع لي وان اهول ان السستيم اصلا آآ بالفعل ستيبل وهيزهر لي دلوقتي آآ وده رسمة اللي هي شبه الرسمة اللي احنا جبناها. خيب لو انا جيت مسلا آآ عاوزة تست رسمي عن دقية مختلفة لكي وان. هروح اغاية قيمة كي وان لو خلت مسلا كي وان آآ باربعة مسلا او مسلا خليها بتلاتة بوين تسوة ان احنا جبنا كي وان كريتكال باربعة ورحت آآ عملت فبرده رجع لي ان السستيم بتاعي ستيبل وهلاحز انه آآ الروت لوكاس هيبدأ بقى يبقى فيه يعني هنا في جزء ستيبل وفيه بعد كده دخل في جزء لو خليت كي وان مسلا بي آآ اربعة وبيه عملت هطلع ان هو رجع لي زيرو فالسستيم بقى وهلاحز من روت لوكاس برضو ان هو كله بقى لو خليت كي وان باتناشر مسلا قيمة اللي احنا شفناها من شوية على الرسمة آآ هطلع لي نفس رسمة روت لوكاس اللي احنا هطلعناها والسستيم بقى دايما فموضوع نحن نستخدم المتلاب ونشوف بقى مع تغيير القيم ديت آآ اللي هيحصل بالزبط والاستابلية هيبقى شكلها عاملت زي وهكزا آآ دي حاجة مهمة آآ طبعا مهمة جدا انه لو يديني معينا وانا قطع بقاطعها على المتلاب وطلعت القيم ان انا بعد ما اخلص في الاخر خالص اروح اشوف ده واشوف هل هو بيحقق اللي اللي انا عاوزها ولا لأ آآ ازاي ممكن اعمل الكلام ده هلاحز ان انا بعد ما بحط له الرسمة آآ البولزوز بيتوها اللي انا عاوزهم في الاماك اللي انا عاوزها آآ هاجي هنا كده آآ وهيسين على طول فممكن هاجي هنا هدوس آآ يزهر لي بس هنا وممكن من هنا كده من آآ ابدأ اختار الحاجة اللي انا عاوزها فمسلا كده انا عاوز آآ اختار هيزهر لي هنا الرايس تايم ابدأ وقتها اقف هنا كده واشوف آآ الرايس تايم ده آآ طلع آآ بكام بالزبط واشوف مسلا لو انا عندي آآ كونديشن معين على الرايس تايم واشوف هل السيستم بتاعي بيحقق الكنديشن اللي انا عاوزه ده ولا لأ. تمام؟ فبس حبيت كده وعريكم الموضوع ده. واتمنى يعني في المذاكرة ان احنا نحاول ايه نستخدم الحاجات دي كده ونقض نغير فيها ونشوف آآ اللي هيحصل بزبط. نرجع بقى للمحاضرة بتاعتنا. آآ عندنا مسال كمان عاوزين آآ نشوفه. آآ مثال ده هو ميديني في آآ آآ بالمنزر ده كده. آآ وهو هنا عاوزني ان انا آآ احساب له قيمة كي ون. ودريفات الفيدباك كي تو. عشان نحقق ده. طيب. آآ هو ليه هنا مسامي ده دريفات الفيدباك كي تو. يعني هنشوف الموضوع ده ليه هو اسم في المحاضرة اللي جاية ان شاء الله. آآ اللي عاوز ان هو عاوز بتساوي جزر عشرين. آآ فقولنا هي عبارة عن نص دايرة بالريديس آآ بيساوي عاوز تكون اكبر من فانا هرسم كده خط بزاوية آآ خمسة واردعين لان كوزاين خمسة واردعين هو بيساوي واي قيمة تحت هنا كده جزء ده هتبقى فيها اكبر من لان كل ما كده انزل هنا الزاوية دي هتقل وكوزاين كل ما زاوية اللي جواهت قل كل ما قيمة الكوزاين بنزيد. وعاوز ان يكون اقل من آآ ثلاث سواني. سيتلينج طايم احنا عندنا قانون آآ آآ سيتلينج طايم هو بيبقى عبارة عن آآ لو اتنين في المية بيبقى عبارة عن اربعة على آآ اكسيتا اوميجا آن. او في قانون تاني اللي هو اربعة على آآ سيجما. الحقيقة احنا هنستخدم اكتر القانون اللي هو اربعة على سيجما ده. هنشوف ازاي يعني كمان شوية لما نجي نحل. بس عمدل احنا عارفين انه بتاعي الهوريزونتا الاكسس فيه هو عبارة عن سيجما والفيرتكال اكسس هو بيبقى آآ جي اوميجا. لو انا قلت لك مسلا انا حددلي النقطة اللي عندها سيجما بتساوي مسلا آآ اربعة على تلاتة. فيبقى انا هاجي كده على الهوريزونتا الاكسس عند اربعة على تلاتة او او مينس اربعة على تلاتة. وهي هرسن خط كده. فيبقى الخط ده هو اللي بيمسل لي سيجما بتساوي آآ مينس اربعة على تلاتة. همم؟ طيب. آآ قبل ما احقق بقى قبل ما اود اشوف ازاي هطبق الوامي الدهارة دي ايه. فانا عاوز اجيب بتاعت السيستيم ده. طعم آآ مش مش حاجة صعبة ان انا اجيب دي انا ممكن ااخد آآ الجزء ده كده مع بعضه. آآ واسميه جي تو وهيبقى عبارة عن آآ كي وان على آآ اس في اس بلاس تو بلاس كي وان كي تو في اس. آآ يعني في مسألة زي دي كده لان انا ظهر عندي هنا كده كي وان في كي تو مضروبين في بعض واحنا مش عاوزين حاجة زي كده. فانا ممكن اعمل هنا كده يسهل للدنيا شوية ان انا كي وان اشيل اه وحط مكانها الفا آآ وكي تو وكي وان كي تو دول كده حصل الدرب ده كده اشيله وحط مكانه بيتا ودزاين على الفا وبيتا وبعد كده ارجع اه اجيب كي وان وكي تو منهم تاني. وده اللي احنا هنعمل له. لما اشيل كي وان احط مكانها هنا الفا. واشيل ده كده وحط مكانهم آآ بيتا. هيفضل لي جي تو في اس اللي هي الجزء ده هي عبارة عن الفا على اس سكوير بلس اتنين بلس بيتا في اس. آآ بقى السيستم عندي بالمنزر ده كده فبقى يونيتي فيدباك سيستم ممكن اجيب بقى التوتل ترانسفير فونكشن بتاعته اللي هي هتبقى بالمنزر ده. آآ طيب وانس ان انا اصلت للتوتل ترانسفير فونكشن ديت هاخد منها بتاعتها اللي هي اس سكوير بلس اتنين بيتا في اس بلس الفا الكلام ده اكوال زيرو. وهي دي اتنينة اللي انا هبدأ اشتغل بها. هعمل فيها ايه? هبدأ الاول مرة احط فيها آآ بيتا بزيرو. هتتضل بالمنزر ده كده. آآ وارسم نتيجة الالفا. وبعد كده هختار قيمة معينة لآ آآ اللي هي الفا ستار. آآ ارجع عوض بها هنا كده. آآ وارسم آآ نتيجة لي آآ بيتا بقى اللي هو هتبقى بتاعته بالمنزر ده كده. طيب. لو راح نطبق بقى الكلام ده كده. حطيت آآ آآ بيتا بزيرو. وهرسم نتيجة الالفا. فهروح طبق بتاع الفا. طبعا يعني المفروض بقى موضوع ان انا ارسم زي روت لوكاس وكده. المفروض الموضوع ده يكون مش حاجة صعبة يعني. لان زي ما هشوفنا كده هي تلقى خطوة في وسط المسألة. مفروض انها ما تاخدش من هنا بقى. لو حطي احنا هنا حطينا على الصورة اللي هي واحد بلاس الفا في كيو اف اس. هنا كيو اف اس ما فيش عندي زيرو. على بيو اف اس فانا عندي هنا تو بولز اللي هما عند آآ آآ был عند zero وبول عندما مينس تو هم. واحد عند زيرو واحد عند آآ مينس تو. آآ ممكن بقى اجيب الاسمتوتس في ان مينس ام هنا تطلع بتساوي اثنين. آآ فانا عندي تو اسمتوتس بزاوية تسعين و مينس سعين. ممكن نجيب السنتروي دها لانه يطلع عند وينس وان وهرسم الروت لوكاس ده. لان هو هيتقبله هنا عند وان واحد هطلع فيه واحد هينزل تحت. طيب. بعد كده بقى انا عاوز اثبت قيمة معانا الالفا. اه هنلاحز برضو ان هنا دايما يعني ما فيش قيمة الالفا هتخليلي الروت لوكاس يعدي للرغاية هان سايد فدايما. طيب اه هو مديني تلاتة ممكن انا اختار اي واحدة فيه. فاحنا مسلا ممكن نختاري الان هو انا عاوز اوميجا ان تكون جزر عشرين. انا هقف كده عند وهرسم خط جزر عشرين وهرسم نص دايرة جزر عشرين. تطلع مسلا معي حاجة منزر ده كده. مش نص دايرة مزبوطة بس طلع حاجة منزر ده. التقاطع مع نص دايرة ديت مع الروت لوكاس اللي انا رسمه هو ده هديني قيمة الالفا ديت. زي ما قلنا ممكن اجيبها منها الرسمة اهوصل دي بالبول ده واوصل دي بالبول ده واقس المسافات ديت واجيب قيمة الفا. او ممكن انا بسهولة اجيبها من الاكوشن. لو انا بسيت على الاكوشن ديت كده هي عبارة عن اه اس سكويرد بس اتنين اه اس بلس الفا الكلام ده بيساوي اه زيرو. واحنا عارفين انه الصورة بتاعت السكند اردر اه سيستيم بتاعته تبقى عبارة عن اس سكويرد بلس اتنين اه اوميجا ان اكسيتا اس بلس اوميجا ان اه سكويرد. طيب اه اوميجا ان هي احنا مدهننا بي اه جزر عشرين. اوميجا ان سكويرد هتبقى بكام? يبقى بعشرين. لو قارنت كده المعادلتين دول ببعض فالمفروض الفا هي عبارة عن اوميجا ان سكويرد فالفا بتساوي عشرين على طول. طيب. ليه الكلام ده هنا سهل? وفي المسألة اللي فاتت ما كانش سهل لان المسألة اللي فاتت كان اه لو رجعنا لها كده. اللاحز انه هنا دي كانت اه دي كانت اه مكانش سكند او در اصلا. فكان هيبقى صعب ان انا نجيبها من هنا. كان اسهل لوقتها بالرسمة. بينما هنا في المسألة ديت اسهل ان انا جيبها بالمعادلة على طول. طيب انا عرفت ان قيمة الفا ديت هتبقى اللي هي الفا سطار هتبقى بتساوي عشرين. لو بيتحسب الدممينج رتياو عوضع ده كده عند الفا بتساوي عشرين هلانا هتطلع بتساوي بوينت اه تو تو ثري. فانا لسه ما حققتش الدممينج رتياو اللي انا عاوزها لها تبقى اكبر من بوينت سبين زيرو سبن. دي هتنحققها من اه الدزاين بتعبيده. طيب لو رجعنا بقى عوضنا في الالفا بتساوي الفا ستار اللي هي عشرين. نطلع لي بالمنزر ده كده. فلاحز ان هنا عندي فيه اه فيه زير وعند اهو. تمام? اللي هو ده. وفيه عندي اه اه اللي هم عند مينس وان بلس جي عشرين ومينس وان مينس اه جي عشرين. اللي هم اصلا عند قيم الفا بعشرين اللي احنا جبناها ديت. تمام? طيب. اه وهرسم بقى روت لوكاس فانا عندي هنا الاسمتوت اه عندي ان مينس ام بتساوي اه واحد فانا عندي اسمتوت واحد بزاوية مئة وتمانين. اه فالتو بولز دولت هيتقبله كده. في النقطة دي كده. اللي هي ممكن نحسبها عادي بصورة زي ما شفنا ازاي في الفاديو اللي فات. واحد هيجي كده للزيرو ده واحد هيروح لي زيرو عندي. طيب انا كده رسمت روت لوكاس نتيجة لبيتا. عاوز بقى اشوف اه ازاي هحقق الفاضلين اللي هم انه تكون اكبر من بوينت سيبن زيرو سيبن. اه فاحنا قلنا اللي هي عبارة عن هرسم خط بميل بالزاوية اللي بتاعها بيساوي القيمة دي اللي هي خمسة واربعين. انا هرسم خط بزاوية خمسة واربعين كده. خط كده. هو تحت. لبقى انا كده حققت ايه? حققت دي. اه اللي احنا قلنا ان هو بيبقى اربعة على سجما. انا عاوز بيكون اقل من اه تلاتة. فهنا قدر اقول انه ابسليوت سجما اكبر من اربعة على تلاتة او سجما نفسها اه مالش? او انه سجما تبقى اه اصغر من مينس اربعة على تلاتة. هرسم خط كده عند مينس اربعة على تلاتة اللي هو الخط ده كده. وانعاوز سجما تبقى اصغر منه فانعاوز الجزء ده كده. هو ده كده الريجن اللي بتحقق لي انه تكون اكبر من بوينت سيبن زيرو سيبن لانها تحت الخط ده. واللي عندها اه هيبقى اصغر من اه تلاتة سوائنة. لو كان هو مسلا ما اعاوز اه تبقى اكبر من اه اصغر من اه بوينت سيبن زيرو سيبن فكنت هياخد الجزء ده كده. اه فكنت همدي الخط ده كده. اه همدي الخط ده كده قصدي. اه تمام? وكانت اه مش موسح ده. وكان اه الجزء ده كده هو اللي هيبقى بيحقق لي الان انا عاوزها لو كان ده اه اعلي من بوينت سيبن زيرو سيبين مش اكبر منه سواء هنا عاوزه اكبر منه فاحنا آآ كده طيب انا كده حققت حددت الريجون اللي فيها اللي انا عاوزها هرجع اطبق الكلام ده بقى على آآ الرسمة دي. لما طبق الكلام ده على الرسمة ديت هيطلع لي بالمنظر ده كده. هرسم خط كده من بزاوية خمسة واردعين هو ده اهو. وهحط آآ ان هي عند مينس رجوعها على ثلاثة. هيبقى هو ده كده. انا عاوز آآ ده كده. كل ده هو اللي بيحقق لي اللي انا عاوزها. آآ قيمة الالفة احنا جبناها خلاص ان الفة بتساوي عشرين. عاوز بقى اجيب قيمة اللي هي هنا. دي. آآ دي هتجي ازاي? زي ما قلنا. اما من المعادلة. اما من الرسمة. هاخد ديت كده. اوصلها بكل البولز والزيروز. آآ اللي عندي. وطبق ايه الماغنيتود كوندشة اللي احنا قلناها. لما نعمل كان ده هتلاقي ان انو بيتا دي هتطلع بتساوي آآ فور بوينت اه ثري ثري. طبعا حاجة زي كده باستخدام متلاب باستخدام الكنترول ديزاين آآ كنترول ساسين ديزاينر طول اللي احنا شفناها هيبقى سهل ان انا نجيب قيمة بيتا ديت. عشان كده بنقول ان اه المتلاب مهم شوية تاني يعني. آآ لما جبنا الفا بتساوي عشرين وبيتا بتساوي فور بوينت ثري ثري فاحنا هنرجع بقى نرجع كي وان وكي تو. احنا كنا قلقين ان الفا بتساوي كي وان بتساوي عشرين. وبيتا كانت عبارة عن آآ كي وان في كي تو. الكلام ده بيساوي فور بوينت آآ ثري ثري. فمن هنا قدر اجيب كي تو على طول اللي هتطلع بتساوي آآ بوينت تو وان وفايف. تمام? آآ لو طبقنا بقى الكلام ده كده. آآ وجينا بقى نشوف يعني مفروض بعد ما خلصنا كده نشوف بقى ايه بتاعنا هل بيحقق اللي احنا عاوزينها دي ولا لأ? لو احنا جبنا بعشرين وكي تو بوينت تو وان فايف وروحنا رسمنا آآ شفنا بتاع ده واخدنا في الكلام اللي احنا يعني شفنا فيه حسابنا بشيه بقى وحسابنا فيه وكل الكلام ده هنلاقي فعلا ان هو يطلع لي اللي هو اقل من آآ ثلاث ثواني فعلا زي ما احنا عاوزين. وهلاقي ان انا كده حققت اللي هو عاوزها كلها فيه. آآ طيب ملاحظة صغيرة بس كده قبل ما بنقف الفيديو ده يعني آآ لو رجعنا كده هنا للجزء اللي احنا كنا بنحسب فيه آآ القيمة بتاعة دي آآ باستخدام آآ بالرسم. آآ فهنا احنا قلنا ان انا عشان خطر اجيب آآ السكيل. انا باخد آآ خط معين. آآ انا اكون عارف اصلا مفروض طوله يكون كام. آآ واروح اقيسه بالمسطرة. فقلنا كمثال آآ خط زي ده كده. انا عارف ان هو طوله المفروض يكون خمسة. فهقيسه بالمسطرة. لقيت كمثال مسلا ان طوله طلع عندي آآ ستة سنتي. وقتها اقول بتاع الرسم ايه? آآ وقتها انا قلت يعني انا مش هو قلت ان هو هيكون آآ خمسة على ستة. بس هو يعني في الحقيقة يعني الناس بتوع الرسمة. آآ متفقين في موضوع ده ان انا لو عندي آآ معين مسلا عندي رسمة لي. آآ وفيه ابعاد على الرسمة ديت. وانا جيت جزء معين مسلا است طول معين. وطلع مسلا آآ مسلا آآ طلع واحد سنتي. آآ تمام? وآآ الجزء ده مسلا آآ قلت ان انا الرسمة مرسومة عندي بسكيل آآ واحد العشرين. فوقتها ده معناه انه كل سنتي هقيسه على الرسمة ديت على الرسمة هيكون معناه عشرين سنتي في ده في الحقيقة. آآ فبالتالي احنا لما بنيجي نقول بتاع الرسم بنقول الاول آآ الطول اللي احنا ايسينه من على الرسمة. يعني انا في الرسمة ديت لو الطول ده كده طلع آآ ستة سنتي آآ وقتها بتاع الرسم هيكون آآ ستة على خمسة مش خمسة على ستة. تمام? آآ ده كده لو احنا هنجيب مزبوط فعلا. طيب. آآ لو هنا ستة على خمسة. لما اجي بقى اعوض هنا في آآ لو رجعنا كده للمحاضرة اللي فاتت هنلاقي لما تكلمنا عن قلنا ان احنا بنقسم على آآ بتاع الرسم. فبالتالي اي طول هقيسه من من على الرسمة بالمسطرة هقسم على بتاع الرسم اللي هو ستة على خمسة اللي هو يكافئ ان انا اكون بضرب في آآ خمسة على ستة. تمام? آآ فدي بس كده معلوم عشان خاطر برضو لو جاتك سؤال نظري او حد بس على المحاضرة اللي فاتت ان انا بتاع الرسم بيبقى عبارة عن آآ ده كده كأنه هو آآ ستة آآ لخمسة. فستة ديت معناها انه كل ستة سنطي هقسهم بالمسطرة من على الرسمة بيكافئهم خمسة في ايه? في الحقيقة ديت او الرسم ديت كانت مرسومة به آآ ووقتها لو هاخد بالمنظر ده كده اللي هو انا هبدأ الاول بالطول اللي انا بقيسه بالمسطرة يبقى انا هقسم على ده اي طول هقيسه من على الرسمة هقسمه على ده اللي هو يكافئ انه نضرب في آآ مقلوب ده. آآ طيب احنا كده يا طبعا خلصنا المحاضرة ديت ان شاء الله. نكمل بقى في المحاضرة الجاية. وشكرا.